معركة كسر عظم بين الحوثي وصالح هذا ما تقول الوقائر على الارض فبعد سيطرة انصار صالح على بعض مؤسسات الدولة في صنعا وغيرها من المحافظات سرعان ما استعاد الحوثيون زمام القوة وصفوا بعض قيادات حزب صالح الذين انتفضوا بالامس وفجروا منازلهم في حجة وعمران وصنعا وغيرها حرب مفتوحة ظهر فيها صالح كقائد بلا خبرة عسكرية ولا قدرة على حجد انصاره او التخطيط لمعركة طويلة الامد تعزيزات كبيرة وصلت للحوثيين قدمت من صعدة وعمران وعبرت شوارع صنعا امام مرءا ومسمع من الجميع اذا على ماذا كانوا يرهن صالح وهل كان معودا بدعم من التحالف ثم تخلوا عنه وما هو مصير تحالف الانقلاب بعد هذا الشرخ الكبير اسئلة مفتوحة تبدو محاولة الاجابة عنها مبكرة خصوصا بعد المجزرات الاعلامية التي قام بها الحوثيون ضد وسائل اعلام المؤتمر فبعد اقتحام قناة اليمن اليوم واحتجاز طاقمها حجب الحوثيون مواقع المؤتمر نيت واليمن اليوم ووكالة خبر وانباء عن حزب مواقع الفيسبوك في صنعا كما قاموا ببث بيان لهم عبر قناة اليمن اليوم المحتلة من قبل مسلحهم المعطيات في العاصمة تدعم القول بان الكفة تميل نحو الحوثيين فاخلال الساعات الماضية تكثفت الاشتباكات في شارع الجزائر وحدة وشارع صفر اي حول مربع صالح واولاده بينما يشهد شمال العاصمة وبقية المناطق سيطرة اقوى للحوثيين بحسب مصادر ميدانية وسائل اعلام الحوثيين قالت ان مسلحهم اقتحموا بعض منازل صالح من بينها منزله في قرية الدجاج امام مصنع الغزل والنسي في غمرة هذه الاشتباكات التي لم تنقطع منذ ثلاثة ايام سقط الكثير من المدنيين الابرياء قتلى وجرحى برصاص المتحاربين المدنيون الذين لا يزالون منذ بداية الحرب قيمة فائضة خارج حسابات الجميع ماذا ينتظر صنعاء وهل ستكون امام تطورات متسارعة لصالح طرف الحوثيين الطرف الذي يبدو متفوقا حتى الان هذا ما ستفشيه الساعات القادمة صنعاء المدينة التي تشخص نحوها ابصار جميع اليمنيين منتظرين اجابات شافية اشتركوا في القناة